ننتقل لموضوعنا الآخر مشاهدين حيث نظم مركز الفرنكوفونية بكلية القانون بجامعة الشارقة يوما علميا فرنكوفونيا بعنوان حماية المستثمر في قانون أسواق المال نظرة في التشريعين الأوروبي والإماراتي كذلك وتم خلاله إطلاق فعاليات المركز وافتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصبة للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي اليوم في الاستوديو الأستاذة الدكتورة رشا حطاب مدير مركز الفرنكوفونية في جامعات الشارقة حيث الله دكتورة أهلا ومرحبا معنا في هذه الأمسية أهلا في البداية يمكن نقول في البداية في مقدمتي فرنكوفونية لكن الجمهور يمكن وأنا كذلك أيضا جديدة علي هذه الكلمة أو جديد علينا هذا المسمى ما هي الفرنكوفونية نريد أن نوضح بداية مصطلح الفرنكوفونية وفعلا للكثير يتساءل حول هذا المصطلح حقيقة هو مصطلح الفرنكوفونية تعلق بجميع الدول التي تتكلم باللغة الفرنسية في البداية حقيقة وهناك منظمة معروف طبعا منظمة دولية للفرنكوفونية وحتى دولة الإمارات الآن هي عضو مراقب في هذه المنظمة وبالتالي هي تضم حقيقة جميع الدول التي تلغتها الرسمية هي اللغة الفرنسية أو حتى التي تتأثر باللغة الرسمية بشكل أو بآخر وبالتالي الفرنكوفونية هي تأتي من فعلا هذه العلاقة باللغة الفرنسية وبالحضارة الفرنسية بشكل أو بيان جميل يعني الارتباط باللغة والثقافة والحضارة الفرنسية بشكل عام في البداية لو نتعرف كذلك على مركز الفرنكوفونية بكلية القانون بجامعة الشارقة ما هو هذا المركز؟ ما الهدف من إنشاء هذا المركز؟ تمام مركز الفرنكوفونية في جامعة الشارقة في الحقيقة تم إنشاؤه بموجب قرار من سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد نعيمي وذلك حقيقة تماشيا مع رغبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد بهدف تفعيل اتفاقي التعاون كانت أبرمتها جامعة الشارقة مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي يسعى المركز في الجامعة وحقيقة أود هنا أن أنوه بأن مركز الفرنكوفونية يرتبط تحديدا في الجامعة بكلية القانون لأن عمله ينحصر في المجال القانوني ويسعى تحديدا الجانب القانوني من الثقافة الفرنكوفونية بالضبط ويسعى هذا المركز حقيقة إلى تفعيل التعاون على عدة أصعيدة حقيقة ما بين المؤسسات العلمية والبحثية طبعا بما فيها من الجامعات بين تلك المؤسسات في الوطن العربي والجامعات الفرنسية وأيضا نظيراتها في الدول الفرنكوفونية أي الدول أيضا التي تتأثر باللغة والحضارة الفرنسية وتحديدا في مجالنا في القانون الفرنسي وهذه المجالات تحديدا حقيقة تتعلق بالبحث العلمي وتتعلق بتبادل الخبرات الأكاديمية على نحو يعني يرفع من حقيقة قدرات الكادر الأكاديمي والطلبة الدراسات العليا في الجامعة كما يعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تتعلق أيضا هنا بالجانب القانوني ضوء الصلاب الفرنكوفونية قد يتساءل بعض اليوم أيضا هل الثقافة القانونية الفرنكوفونية مختلفة عن بقية الثقافات القانونية في العالم أجمع؟ يعني أعتقد فعلا هذا السؤال لا بد أن يتبادل إلى ذهن الجميع لماذا بداية قد يتساءل لماذا تم التعاون أصلا يعني مع المعهد الدولي للقوانين ضغط الطابع الفرنسي لماذا جامعة الشرق قررت هذا التعاون؟ ما الإضافة التي يضيف هذا المعهد؟ لماذا تحديدا هذا المعهد الفرنسي؟ وهنا حقيقة أود أن أنوه بأن قانون دولة الإمارات شأن قوانين الدول العربية عامة مستلهم من القانون المدني الفرنسي مدونة نابليون نعم وهذا هو يعد نقيض لما يعرف بالقانون العام أو الكومن لو وبالتالي حقيقة يعني تفعيل نوع من التعاون مع هذا المعهد الدولي للقوانين ضغط طابع الفرنسي من شأن أن يبقينا على اطلاع على كل المستجدات التشريعية والفقهية التي ترتبط بهذا القانون وبالتالي نواكب هذه المستجدات علنا بدورنا نستفيد من هذه المستجدات حقيقة جميل هناك اتفاقية شراكة الحقيقة بين جامعة الشارقة والمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي على ماذا تنص هذه الشراكة وما هي طبيعتها؟ وحقيقة هذه الاتفاقية هي اتفاقية فعلا شراكة في المجال العلمي والبحثي اتفاقية شراكة مستدامة بين جامعة الشارقة والمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي وعقدت هذه الاتفاقية أبرمت منذ فترة في عام 2019 تحديدا وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي في تلك الفترة وحقيقة تنصب هذه الاتفاقية تحديدا على إقامة نوع من التعاون مع هذا المعهد في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية من أجل يعني العموم الفائدة في منطقة الخليج العربي وفي موجب هذه الاتفاقية تكون جامعة الشارقة وهذا أمر كتير هام الشريك الحصري والوحيد لهذا المعهد في منطقة الخليج العربي هذه مسؤولية كبيرة دكتورة مسؤولية ملقاة على عاتقكم الحقيقة في هذا المركز بما أن جامعة الشارقة ممثلة بالمركز هي الشريك الوحيد مثل ما ذكرت حضرتك والحصري للمعهد الدولي في منطقة الخليج العربي ولذلك ما الذي سيقوم به هذا المركز بالتفصيل نعم حقيقة المركز يعني يسعى إلى زي ما ذكرت سابقا إذن يعني قامت كل ما يمكن من أجل التعاون في عدة مجالات التي حصل مجالات علمية وبحث علمي ومجالات التدريب وتقديم الاستجارات القانونية في كل ما يتعلق بالقوانين يعني ذات الصلة بالفرانكفونية ومن ذلك يعني هناك مهام عديدة سيقوم المركز على تحقيقها من أهمها متابعة العملية البحثية في كل ما يتعلق بالدراسات التي تختص بهذا الجانب الفرانكفوني بالإضافة إلى طبعا إصدار المؤلفات والدراسات القانونية وأمر مهم آخر سيعمل المركز إن شاء الله تعالى على تحقيق تبادل ما بين الباحثين من أساتذة جامعة الشارقة وطلبة الدراسات العلية تحديدا في جامعة الشارقة والجامعات الفرنسية وطبعا الجامعات الفرانكفونية الأخرى بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله سيتيح المركز لأساتذة جامعة الشارقة بأن يشاركوا في مناقشات الرسائل العلمية التي تناقش في فرنسا والدول الفرانكفونية بالإضافة إلى مشاركتهم على الإشراف على تلك الرسائل أيضا سيقوم مثلا المركز بعقد ورش عمل وورش تدريبية تستهدف تحديدا طلبة الدراسات العلية في الشارقة من أجل تعزيز المهارات البحثية لديهم في مختلف المجالات القانونية طبعا بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات التي تهتم بالدراسات والأبحاث التي تهتم بالقانون اللاتيني بشكل عام جميل دعينا نعطي ربما دكتورة بعض الأمثلة على هذه الأبحاث العلمية التي تسعون الحقيقة لتحقيقها وإيجادها على أرض الواقع حقيقة يعني موضوع الأبحاث العلمية والدراسات هو يشمل كل خلينا نقول مجالات القانون مجالات القانون أن كانت في القانون المدني وأن كانت في القانون التجاري أو جنائي وأذكر مثال ما يعني تم حقيقة يعني عقده في يوم افتتاح المركز الفرانكفونية حول موضوع كثير هام وحيوي مستجد حماية المستثمر كما تفضلت في البداية في الأسواق القانون وأسواق المال في التشريعين الأوروبي والإماراتي الهدف حقيقة هو ما الهدف من ذلك؟ هذه الدراسات تستهدف لماذا نستهدف زي ما ذكرت الدراسات ذات الطابع الفرانكفوني بهدف الاستفادة من هذه التطورات علىها تفيد تشريعاتنا الوطنية أعطي مثال على ذلك قبل فترة يعني من 2016 حقيقة تم تعديل القانون المدني الفرنسي تحديدا فيما يتعلق في العقود طبعا هذا الأمر أدى إلى أيضا أن تتأثر الدول الأخرى وتحديدا الدول الفرانكفونية بهذه التعديلات فبناء عليه قامت بلجيكا بتعديل تشريعاتها والآن اللوكسنبورغ تقوم بتعديل هذه التشريعات فلما لا ننظر نحن أيضا ونستفيد من هذه التعديلات إذا طبعا كانت تتناسب بالطبع مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات فهذا حقيقة يبقينا على تواصل مع هذه التطورات التشريعية بما يخدم المنظومة التشريعية في دولة الإمارات وبما يتناسب بالتأكيد مع القانون الخاص أو القوانين الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما ذكرتي حضرت ماذا عن نشر ربما هذه الدراسات؟ ماذا عن نشر هذه الأبحاث حتى يستفيد منها كل الباحثين في دول الخليج العربي على مستوى كذلك أيضا الدول العربية أو حتى على مستوى العالم؟ صحيح مئة بالمئة إن شاء الله تعالى يعني مركز الفرنكفونية بصدد إعداد مجلة علمية متخصصة طوعنا بهذه الدراسات فكل إن شاء الله دراسات ساحة الظر رح يتم نشرها في هذه المجلة وإن شاء الله سنحاول أن تم نشرها باللغتين العربية والفرنسية جميل يعني هي مجلة علمية بتكون دورية بإذن الله؟ بإذن الله تعالى ماذا عن جعل ربما هذه المجلة الدورية العلمية عبارة عن منصة رقمية موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أو موجودة عبر الإنترنت أو أنها تصبح مدونة نوعا ما؟ هل الفكرة هذه مطرحة وكيف رح يكون تطبيقها إذا مطرحة؟ أود أن أفصل بين الأمرين بداية لأن المركز حقيقة أنشأ منصة رقمية الآن المجلة هي قيد الإعداد لأنها تحتاج خطوات تمهيدية ويعني بالضبط فإن شاء الله تعالى ستضر وقد تتاح أكيد يعني بشكل أونلاين هذا الشيء وارض وهو الأغلب حقيقة الآن ولكن في ذات الوقت الآن تم يعني تخصيص منصة رقمية بحثية على موقع الإلكتروني لمركز الفرانكفونية التي تم إطلاقه حقيقة في وقت افتتاح المركز وهذه المنصة الرقمية تحتوي على قواعد بيانات فرنسية هامة مثل أعطي مثال دالوز مثلا تحتوي على 32 مجلة مهنية وعلمية في فرنسا وتحتوي على أيضا قواعد بيانات ليكزيس نيكزيس الفرنسية والتي تحتوي على أكثر من 16 مليون وثيقة قانونية فطبعا كل هذه المصادر ستكون متاحة للباحثين في جامعة الشارقة وستدعم بالتأكيد وترتقي بالبحث العلمي في جامعة الشارقة إن شاء الله نعم ذكرت ربما في مقدمتي في البداية أنه تم إقامة اليوم العلمي الفرنكفوني حابين نتعرف بالتفصيل على أجندة وفعاليات هذا اليوم وكذلك عنوين الجلسات تمام حقيقة اليوم العلمي الفرنكفوني هو تم إطلاق يعني تعقده حقيقة من أجل يعني إطلاق أعمال مركز الفرنكفونية في جامعة الشارقة حتى أيضا يعطي تصور عن المهمة التي سيتولاها مركز الفرنكفونية بالتعاون طبعا مع المعهد الدولي لقوانين ذات الطابع الفرنسي وكان موضوع اليوم العلمي زي ما تفضلت حضرتك حماية المستثمر في أسواق المال نظرة في التشريعين الأوروبي والإماراتي كان هذا اليوم العلمي على جلستين الجلسة الأولى هي كانت جلسة افتتاحية تمت بحضور سعادة مدير الجامعة وسعادة القنصل الفرنسي وعدد من النواب المدير وعدد من الأساتذة من فرنسا سواء من داخل الدولة أيضا وأساتذة من فرنسا ومن اللوكسنبورغ وتم في هذه الجلسة الافتتاحية إلقاء العديد من الكلمات من قبل سعادة مدير الجامعة حول دور هذا المركز وكيف سيرتقي إن شاء الله تعالى أيضا في جامعة الشارقة ويضيف إلى نجاح جامعة الشارقة تكلمت القنصل الفرنسي عن واصر التعاون ما بين دولة الإمارات وفرنسا وتحديدا إمارة الشارقة ومن ثم مثلتها العديد من الكلمات بما فيها أيضا دكتورة فرح صافي حول يعني كانت هي تمثل حقيقة المعهد الدولي القوانين ذات الطابع الفرنسي وسعادة العميد الأستاذ الدكتور عدنان السرحان واسمحي لي هنا أنا أتوجه بالشكر جزيلا له أيضا على دعمي في إقامة هذه الفعالية وتكلمت أنا شخصيا عن دور مركز الفرانكوفونية بعد ذلك تم إطلاق الموقع الرسمي لمركز الفرانكوفونية من قبل سعادة المدير والقنصل الفرنسي بعد ذلك تلتها الجلسة العلمية الجلسة العلمية كان هناك فيه عندنا متحدثين إذن حول الموضوع العلمي الذي ذكرنا سابقا من فرنسا كان هناك عندنا أستاذ من فرنسا وأيضا أستاذا من جامعة اللوكسنبورغ وأيضا تقدمت أنا وزميلي دكتور أحمد فرح بورقة أيضا حول الموضوع حماية المستثمر نعم اليوم العلمي هو أول غيث إن شاء الله في 2023 هناك بالتأكيد سلسلة من الندوات وورش العمل وكذلك المؤتمرات بإذن الله التي سيستضيفها المركز في المستقبل باختصار نتعرف على طبيعة ربما ما سيستضيفه المركز مستقبلا إن شاء الله تعالى المركز بالدرجة الأولى طبعا رح يقوم بيعني إن شاء الله عقد مؤتمر دولي سنوي إن شاء الله بحسب يكون دوري شكل سنوي وأيضا سيعمل المركز على عقد بالطبع ندوات متعددة خلال السنة يستضيف فيها عدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء من فرنسا وجميع وليس فقط حصان فرنسا جميع الدول الفرنكفونية بهدف تبادل حقيقة الخبرات أيضا ما بينهم بين جامعة الشارقة وكل الجامعات المعنية وستقام العديد من ورش العمل التدريبية التي تستهدف بشكل خاص طلبات الدراسات العلية ونحن نأمل أيضا حقيقة أن أول يكون بذرة أعمال هذا المركز فعلا تستهدف طلبات الدراسات العلية بحيث نستطيع أيضا أن ينخصص لهم زيارات علمية ميدانية لأرقى جامعات الفرنسية والمؤسسات العريقة في فرنسا حتى نجتذبهم بشكل أو بآخر على هم يكملين دراستهم في فرنسا إن شاء الله ويأتوا بخبرات واسعة لدولة الإمارات بإذن الله شكرا لك الأستاذة الدكتورة رشا حطاب مديرة مركز الفرنكوفونية في جامعات الشارقة شكرا على جهودكم دائما في جامعات الشارقة أشكرك جزيلا وأشكركم على استضافتكم شكرا جزيلا العفو شكرا لكم أيضا مشاهدين على المتابعة استمتعوا بالمطر استمتعوا بالأجواء الجميلة في نهاية الأسبوع إلى اللقاء